موسيقى حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجزة الاقتصادية من قناة الرافدين انخفض عدد الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية العابرة من العراق إلى الأردن من خلال منفذ الطريبيل الحدودي مع الأردن غربية الأنبار بحسب مصدر مسؤول فإن عدد الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية التي دخلت إلى الأردن عبر منفذ طريبيل بلغ نحو 20 أو 50 شاحنة في مؤشر على انخفاض كبير في مستوى عمليات تصدير المشتقات النفطية إلى الأردن وضف المصدر أن عدد الشاحنات كان يصل سابقا إلى 1500 شاحنة يوميا مبين أن التقديرات الأولية عند بدء عمليات التصدير توقعت أن يصل عدد الشاحنات في اليوم الواحد إلى 2500 شاحنة وليس 50 شاحنة فقط انخفضت أسعار الدينار مقابل الدولار في أسواق بغداد وأربيل وسجلت كل من بورستي الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 1482 دينارا للدولار الواحد فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الأحد 1478 دينارا وفي الأسواق المحلية في بغداد سجل سعر بيع الدولار 1492 دينارا فيما سجل سعر الشراء 1472 دينارا وفي أربيل بلغ سعر البيع 1486 دينارا للدولار الواحد فيما بلغ سعر الشراء 1485 دينارا وقعت تونس والاتحاد الأوروبية مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة الاستراتيجية والشاملة حيث تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين بالاتفاق الهدف إلى الاستثمار في الازدهار المشترك ويشمل خمسة دعمات والدعمات الخمس هي استقرار الاقتصاد الكلي التجارة والاستثمارات الانتقال نحو الطاقة الخضراء التقرب أو التقريب أيضا بين الشعوب والهجرة حسب ما ذكرت المفوضية في بيانها وفي خبرنا الأخير زادت صادرات تركيا من الحمضيات في النصف الأول من العام الجاري أحد عشر في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت أكثر من أربعمائة واثنين وخمسين مليون دولار وبحسب معطيات اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا فقد بلغ حجم صادرات الحمضيات أكثر من سبعمائة وثلاثة وتسعين ألف طن في الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني وشهر حزيران من العام الحالي وجاءت روسيا في صدارة الدول المستوردة للحمضيات من تركيا في النصف الأول بأكثر من 181 مليون دولار تلتها أوكرانيا وبولندا ورومانيا والعراق والآن هذه انتقال سريع مشاهدين الكرام إلى سعر صف العملات الأجنبية وأسعار المعادنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله